ده معاكم بالموضوع الأول ويمكن هو ما تم إثارته بالأمس والإعلان عنه من إجراءات تاريخية واستثنائية أقرها الرئيس السيسي وهذه القرارات بتهدف إلى مزيد من الحماية الاجتماعية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة أبرز هذه القرارات يمكن كان أولها زيادة كبيرة في مستويات الرواتب تقريبا من نسبة 50% زيادة في المعاشات بشكل عام وزيادة في معاشات تكافل وكرامة تعيين أكتر من 150 ألف شخص في المهن الطبية وفي التعليم وزيادة طبعا البدلات المتعلقة بالمهن الطبية بدل المخاطر وبدل المبيت وغيره وكلها كانت مطالب الحقيقة من نقابة الأطباء ومن المهن الطبية المختلفة وأيضا في التعليم زيادة في رواتب أعضاء هيئات التدريس والإداريين في الجامعات وأيضا التعليم ما قبل الجامعي زيادة في رواتب المدرسين والحقيقة هذه القرارات طبعا بجانب رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 60 ألف جنيه قرارات طبعا تلقاها الناس بشكل من الترحيب الحقيقة وكانت متصدرة معظم المواقع العربية والمصرية وأيضا السوشيال ميديا في أكتر من ترين النهاردة وبعد أيضا إعلان عن قرارات السيد الرئيس كان قدامنا اجتماع مهم لمجلس الوزراء ووجه الدكتور مصطفى مدبولي بالقيام بمختلف طبعا القرارات دي والحرص على تفعيلها في أسرع وقت ممكن وكمان تفعيل مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني وأن يقوم كل وزير بتنفيذ التوصيات الخاصة بوزارته سواء ده يتعلق بمشروعات القوانين أو القرارات التنفيذية المهمة اللي تم التوافق بشأنها وأشار كمان أنه هيكون فيه متابعة دورية لمختلف هذه الملفات مع الوزرات المعنية وده عشان نقدر نفذ التوصيات المختلفة اللي خرج بها الحوار الوطني زائد كمان تنفيذا لتوجهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي فيما يتعلق بالقرارات الأخيرة وبما تم رفع إليه من مقترحات ودراسات وأيضا مشروعات من قبل الحوار الوطني والمشاركين فيه من كافة أطياف المجتمع المصري كمان أكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه هتكون فيه لجنة قانونية وفنية مشكلة بمجلس الوزراء لدراسة عروض الاستثمار في المشروعات المهمة اللي مقرر أن هي إن شاء الله تدخل لنا قيمة كبيرة من النقد الأجنبي وأشار كمان أنه تم الاستعانة بمكتب محاما عالمي مكتب محاما عالمي بهدف إعداد الصياغات النهائية بشأن الاتفاقات والعقود المتعلقة بالمشروعات والاستثمارات الجديدة وكمان لأنه هيكون فيه تفاصيل مالية وقانونية وفنية كثيرة فوجود مكتب أيضا المحاما سيساعد بشكل كبير بالإضافة إلى إجراءات مجلس الوزراء واللجنة الفنية نحن نقدر نحصل على دخول لهذه المشروعات بشكل يعني يكون عادل وفير وما يكونش فيه أي مشكلات من النواحي القانونية